دعسة البنزين عالقة ودواسة الفرامل معطلة وانت تسير بسرعة جنونية تبلغ 190 كم في الساعة على الطريق العام هذا يشبه السقوط نحو الارض بسرعة نهائية وبسرعة جنونية كهذه لانك تقطع مساحة كاملة لملعب كرة قدم في ثانية وسبعة اعشار الثانية اذا كان الطريق العام خاليا فربما لديك فرصة لكن مع اقتراب ساعة الازدحام سيكون السير امامك اسوأ قم باختيارك استخدم فرامل الطوارئ وتوجه بالقيادة نحو طرف الطريق انقل التعشيق الى حالة الحيادة او اطفئ المحرك اذا ماذا يمكن ان تفعل بعد ان تعلق دواسة البنزين وتتعطل فعالية دعسة المكابح فانك ربما تفكر في استخدام مكابح الطوارئ ثم في القيادة نحو جانب الطريق لتخفيف الاندفاع ان استخدام مكابح الطوارئ عند السرعات العادية يمكن ان يتسبب باقتال العجلات الخلفية وتعرض السائق للخطر لكنك تقود بسرعة 175 كم في الساعة حتى ولو تمكنت من الاستمرار في التحكم محاولا استعمال الارض الصلبة على جانب الطريق فان المشكلات ستزداد سوءا ليس لدى سائقة هذه السيارة خيار سوى التوجه الى طرف الطريق لتجنب السيارة انها حقا محظوظة لان الارض الصلبة والسطوح المتعرجة تجعل السائقين يفقدون السيطرة في اغلب الاحيان ويعطيهون نحو انقلاب مميت لذلك اذا اخترت استخدام مكابح الطوارئ والقيادة نحو طرف الطريق قد تكون قدرتكبت غلطة مميتة ومع انطلاق سياراتك بسرعة لا يمكن التحكم بها يمكنك اطفاء المحرك ومحاولة قيادتها نحو الامان لكن هل هذا حقا افضل خيار لديك؟ اغلاق مفتاح الاشتعال يمكن ان يؤدي الى اقفال مقود القيادة وعندما تخفف من السرعة لن يكون في مقدورك ان تغير الاتجاه ما يتركك عاجزا عن تجنب المحتوى اذا اخترت ان تطفئ المحرك تكون قد حددت مصيرك اذا ماذا يجب ان تخفف اذا اردت ان تنجو من هذه القيادة المميتة والمخيفة فان افضل شيء تقوم به هو وضع جهاز التعشيق في حال الحياد وعندما تفصل ناقل الحركة فانك تفصل جهاز التعشيق الذي يجمع المحرك بكراسي البحور ومع ان التحكم بمحركك سيطع من دون جدوى فان وضع السيارة في حال الحياد سيؤدي الى كبح جماحها من الانطلاق اضغط بقوة على المكابح ومع انعدام القوة التي يولدها المحرك لدفع السيارة فان نظام مكابح السيارة يستطيع الان تخفيف سرعتها ما سيسمح لك بانهاء هذه المحنة المميتة ضع السيارة في حالة الحياد هذا ما يجب ان تفعله اذا كنت لا تريد الموضوع لا تريد الموضوع انتظرنا في امان الله ازامك شكرا